سيدة عدل درويش أهلا بك طبعا حضرتك كتبت وعلقت كثيرا على موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستفتاء جرى عام 2016 نحن حاليا في الـ 2018 جدل كبير حصل في بريطانيا هل تغير مزاج من هو مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ هل تبدل هذا المزاج من الشق العاطفي إلى شق عقلني بدأ يحسب حسابات المصالح أيضا؟ التصويت كان منذ البداية على شق عقلاني تجاري أكثر منه وهذه ربما نقطة خلافية في منطلق المحادثات بين المفاوض البريطاني ومفاوض التحاد الأوروبي بريطانيا الإمبراطورية بنيت على التجارة النظام التصويت هنا نظام دوائر أي يتم في كل دائرة 650 دائرة والبريطاني يصوت على ما سيدخل جايبه ثم تأتي بعدها الخدمات والصحة والأمن وما إلى ذلك وتجد أن المناطق التي صوتها تنسى أن التصويت كان مناطق وليس تصويت عام نجد أن المناطق التي صوتها مناطق مرسة من صادين السمك الذين رأوا أن الاتحاد الأوروبي يقطع عرزقهم نجد أن الطبقة العاملة التي رأت أن العمالة الرخيصة الوفدة من الاتحاد الأوروبي تضايق عليهم كان أن بعض إلى مدى هم رأوا الحملة التي خيضت كانت تدفع بهذا الاتجاه وقد حملت مسئولية كل المعاناة لهذه المناطق إلى هذا الاتحاد الأوروبي وأحيانا حملت المسئولية في وجود مهاجرين عرب ومسلمين من أندونيسيا إلى الاتحاد الأوروبي كان هناك مغلطات أيضا في تصويتها لا أذكر كثيرا من هذه المهاجرين من هذه الأخرى وإنما كان هناك عدة أسباب أنا مثلا من المجموعة التي صوتت لديمقراطية لأنني كنت مع فكرة دخول أوروبا في عام 1975 أنا صوتت لدخول السوق الأوروبي المشتركة بعدما وقعت مؤهلة ماستريخت واستغرقني الأمر ستة أشهر لقراءاتها بالتفصيل وجدت أن هناك إنقاس من السيادة وجدت أن هناك اتجاه لإنشاء التحاد السوفيتي جديد فكرة التحاد السوفيتي كانت تزويب الهوية القومية الوطنية لكل دولة وإنشاء قرمية سوفيتية عن طريق نقل المواطنين وهي قضية فغلات الأهمية مسألة نقل المواطنين من مصر من بلدان البلطيق من بولغاريا من رومانيا من بولندا إلى بريطانيا وهم يتجون إلى ألمانيا بريطانيا النرويك البلدان التي فيها رواق اقتصادي فرنسا أحيانا وبالتالي يوجد هذا الخليط وهذه أيضا نقطة عصر أخرى في المفاوضات ترجمة نانسي قنقر